الفلاشة مش هتعمل حاجة يعني في قطر اللي خدها جمالة عالله مطلع عالكونجرس قالك أنا خدت الفلاش كونجرس كونجرس لفيفا أهو الله قالك أنا مش هنسيب حقنا وهنقرض بالفلاش احنا خدناك وثقنا كل حاجة اللي هم طلعها التصريح من شوية لوليد العطار مدير الالتحاشف قالك إيه قالك عرضنا وجهة نظامنا وجهاً لوجه لمسؤول الفيفا بدل المستهندات والصور يعني أنا قاعد معاك كده في اللوبي بقولك إيه شفت اللي حصل لنا قول يا سيدي أهو الله إذا قالك بدل المستهندات والصور وقبل موقفنا بتفاهم شديد جدا وقيل لنا إن وجود المنتخب المصري في كاس العالم كان سيشكل فارغ كان كان معنا عارفين كان سيشكل فارغ دعالي الدولي بعد بعد برهية تهنيئة السينالي بعد خامس زي خد بالك إنه الرجل رئيس اتحاد السنغالي ده نائب رئيس حد الإفريخي وراجل شخصية قوية يعني مبلي هرقش يعني ده طلع قالك لازر إيه وكان في لازر في البتش لا الموضوع الموضوع مش ده شفت الرجل استعمانة زي الهرم الموضوع الموضوع صحة صحة زي ما بتقوله هو بيأخذوك لحتة تانية في حتة تانية عشان صح الله غلط اه طبعا عشان تنسك الرجل والتجديد ومش التجديد والحواديد دي كلها لا لا الموضوع الموضوع صعب جدا الموضوع الفلاشة ده برضو دي حتى عدقوني اتحاد الفلاشة اه اتحاد الفلاشة هو دلوقتي ليسا لوحيات في حتة القورة خصوصة اللي هي عصر والكابتن محمد براكات اللي اتنين براكات وكابتن حازم هو الاستاذ خالد الدرندالي واجه جديد اللي هو مشهور واجه جديد بالنسبة لاتحاد القورة الناس اه الناس انا متوسم فيهم المفروض وحبك تكون واجه جديد ودينة وجه جديد ايو انا بقولك ماشي وكان مفيش غير الاستاذ وفا والكابتن حازم امام وكان جمال علام قبل كده ماشي اوكي كل ده كلام رائع جدا لكن انت شاف بعنك اداء للاتحاد اه لحد دلوقتي فهي حاجة مش بس المنتخد فهي حاجة يعني كاس مصر اتلغى لا كاس مصر هيرجع لحد دلوقتي لا اهو كاس مصر اتلغى اذا قلت انا هيرجع لا يرجع فيه وده الزمانك لما قالك مش لعب الجديد اللي بتلعبه القديم لجه جوال علامة بقالك خلاص هتنزل المراء يرجع هيرجع ازاي هلعب القديم والجديد اه والله يعني بيترو جدت واسهان خرجوا من الكاس الجديد وهلعبوا في الكاس القديم والله العظيم قال كده انت متهزر دي غريبة طبعا جدا مانا بقولك اديني ملمح مش واسق في الكلام دوت اكيدا ده هو قال كده في التلفزيون الجمال علامة اه نشوف احنا لسه هنشوف بقى وطرست حد ما يقول اقولها هشوف اه مانا بقولك هنشوف عشان بشتغلنا يعني هي دي منظومة الكرة في مصر طب اذا بقى مفيش ملامح تديك مؤشر خيط اه لسه ما انا بقولك كن صحات امال اه والطبيعي ان هم عندهم وقت كبير للتصليح اول حاجات دي انت بلسه في اول دورتك مفهوض طب انت لو عودوا في اتحاد الكرة وراجل بتاع الكرة تعمل ايه تصلح ازاي من نسبة للمنتخبات ولا بالنسبة يعني بعد الكرسى بتاع تكسل عالم دي اول حاجة هتعملها ايه اولا انت هتمشي انا بص انا عندي وجهة نظر في موضوع الاتحاد انت احنا كل مرة والكلام ده انا كتبته وقلته من يومين كل مرة بتغير اللي على الوش واللي في المنظومة من جوه هم هم اللي بيديروا في المناطق وفي الاتحاد في الاتحاد واللجان واللجان كل الحاجات هم هم اننا محدش بيتغير خلينا متفقين يعني ان في ناس مسكة بقالها سنين وموجودة في الاتحاد لحد دلوقتي مفيش وجوه جديد انت مبتغيرش متجيبش حد انا قلت من سنتين ثلاثة في وقت اللي جان بتاعت اتحاد القورة ومش عارف ايه قلت هاتوا لجنة من دور انجليزي دورة اسباني اي حد تدير المسابقة تدير الدور المصري ودخل معاهم كوادر يتعلموا منهم تعلموا وبعد كده الناس تطلع لك يعني انا كان عجبني اداء اللجنة السلسية بتاعت استاذ عمر جنين الخماسية الخماسية اللي كان فيها محمد فضل ومحمد عبدالله وصحر عبدالحق كان عجبني وصادقنا الدكتور بتاع السعيد يا جماعة جمال جمال محمد علي انا كان عجبني في بعض الحاجات الصغيرة بس وده طبيعية في مصر يعني اللي حصلت اللي كان ما يصحش اللي قطي حصل لكن الاداء والدوري كان شغال على طول وكان حطين نظام لحد بقى طبعا ما ما النادي الاهلي قرر اللي هو يكمل الدوري اللي هو بتاع الكورونا هو سبب من الاسباب اللي هو يخلينا لحد دلوقتي المواسم متلحمة حقه الاهلي حقه طيب وستشر فرق اللي بعد كده ما كانش يفلى الاهلي يا باشي اخباط رأسهم في الحيط ايوه اخباط رأسهم طبعا والكرة في مصر تبوز عشان خاطر الديلة تبوز مش انت حضرتك اتحاد ساكت ساكت على ايه بتاردخ بتاردخ على ايه؟ يعني ان ارضه اتحاد هو لازم عشان الغي او اكمل اسأل الاهلي واسأل الزمالك واستأذن ده واستأذن ده وده يقول لي لا فخاف من جمهوره لا وده يقول لي لا فاذا كده الوقتي انا انا بس كل واحد بيدور على الحقوق ماشي معي يا فدف انت امان تقول ما انت ضعيف ما تلومش على اللي دايس عليك ده حقيقة صحة ولا غلط والوقتي الزمالك لما قالك مش لعب الجديد اللي ما تلعب القديم فرجعت في تصريحك حق حق الزمالك يعمل يقول له اعايزه طبعا حضرتك لو قوي يقول يقول اشوف الصالح فين واروح له ما هي دي المشكلة با اللي احنا يعني احنا مفيش عندك يعني الاندية اقوى من الاتحاد ما هو ليه يا كابتن احمد عشان انت ما تحطش سيستم مش حطي سيستم من زمن ومش قوة مفيش لوائح مفيش تطبيق عدالة في اللوائح يعني تلاقي هنا بتتطبق بشكل وعلى ده بشكل وعلى ده بشكل والناس مش حسب ده كله فلو انا قوي الاهلي يقول لي ايه يعني الصح ده صح او لا غلط هو ما انا بقولك الحق اهلي حقه بس هو ده سبب من اسباب اللي انت انت تلات مراسم متلحمة يا فاد ده مش ماتش الاهلي وبرامة زلفات ده كان الاهلي كان عنده ماتش لا هو نفس النظام اللي اتطبق على الزمالك اتطبق على الاهلي طب ما كان الاهلي عايز يأجله ما كان عايز يأجله وتلعب طب الرابط قلت ايه يلعب حلو الا الاهلي عمل ايه ما الربطة الرابطة قبل البدولة قاله هنرجع بماتش الاهلي وبرامتز ما اريدوش بماتش الاهلي وبرامتز اتقال الكلام ده ولا لا انا ماشي اوكي يا يا كابتي انا اصدقى ماتشو لما المسؤول خد القرار في موقف اهو واهلي كان عنده ماتش بعدها بثلات ايام برضه ونفس الناغم اللي كل مرة بنسمعها والرب تقالد حيتلعب سبك من النتيجة بقى 3-0 سبك من ده اتلعب المتش يبقى اذا وانا قوي انا اللي بدير صح او لغلص